وارجع نالكم والأهلي في المنديال طبعا لأن الأهلي في المنديال حابين نرجع كده بذكرتنا لحراسة برما نادي الأهلي في المنديال ونشوف حراس الأهلي في كاس العالم للأندية ومشاركتهم عندنا أول حارس كابتن أمير عبد الحميد لعب ست مباريات استقبل ست أهداف كابتن شريف إكرامي أربع مباريات استقبل تسع أهداف كابتن عصام الحضري ثلاث مباريات استقبل ثلاث أهداف وكابتن محمد الشناوي ثلاث مباريات استقبل هدفين ورجل برونزية كاس العالم الأندية الماضية محمود أبو السعود مباراة استقبل هدفين ونادر السيد مباراة استقبل هدفين ده بالنسبة لحراس النادي الأهلي كمان طريق الفرق المشاركة في البطولة الحالية شيلسي شارك 2012 خسر اللقب أمام كورينسيانز وبالمراس شارك في 2020 حقق المركز الرابع طبعا كان النادي الأهلي حقق على حساب والمركز الثالث ومنتر ري أربع مشاركات في 2011 و12 و13 و19 وزي النادي الأهلي حقق المركز الثالث في مرتين حقق المركز الثالث في 2012 و2019 والجزيرة شارك في 2017 وحقق المركز الرابع طبعا دي بالنسبة للفرق المشاركة في البطولة حابب بقى أتكلم عن حاجة مختلفة وهي إعدادات منتر ري طبعا منتر ري فريق مميز جدا لأنه كمان ممكن نتايجه في الدوري كتير جدا بيستند لها ولكن بتكون خادعة ويمكن نوين إن شاء الله ندخل أكتر وإن عايشكه في أجواء الكرة المكسيكية قريبا بتجربة تكونوا سعداء بيها ولكن اللي حابب أقوله إن ما تقدرش تحكم من خلال الدوري المكسيكي لأنه حتى في المواجهة الخسر فيها النادي الأقلي بنتيجة كبيرة أمام منتر ري كان الفريق أيضا في ترتيبه متأخر في الدوري قبلها لأن الدوري المكسيكي ليه كده قواعد بتلعب دوري الشتاء ودوري الصيف دوريين مختلفين والترتيب بيتاخد الفرق بتلعب تمام فرق بيلعبه زي مباريات الأول بيقابل التامن والتاني بيقابل السابع وهكذا فهي رحلة طويلة جدا لحد ما تخرج ببطأ الدوري فلا منتر ري فريق قوي ترتيبه في الدوري مش مقياس عنده لعبين كتير دوليين منشوف لعبين في منتخب الأرجنتين زي ميزة لعبين في منتخب المكسيكي خمسة وبالنسبة لفريق منتر ري حتلاقوا أغلب لعبي معاه يعني ما أعتقدش هيكون فيه غيابات حتى اللعبين اللي يشاركوا مع المنتخبات هتلاقوا موجودين مع منتر ري قبل البطولة بيومين وفي النهاية إحنا في كل الأحوال فريقنا بيعاني من غيابات واضحة ومنتر ري ممكن يعاني من غياب لعب أو اتنين بسبب الإصابة فده مش اللي هنقدر نبني عليه إحنا هنبني على حاجة زي ما قلناها هنبني على فكرة ثقاتنا في نفسنا هنبني على فكرة إن إحنا التجربة دي متحررين من الضغوط ولكن عندنا ثقة في إن إحنا نقدر ونحاول وزي ما قلت أتمنى نضيف في تاريخ الصعاب اللي قابلنا كتير جدا في تاريخ النادي الأهلي وكان رجال النادي الأهلي قدها المرة دي نكتب حاجة جديدة استثنائية وحيكون لها طعم مختلف زي ما قلت الأهم إن إحنا نحاول ترجمة نانسي قنقر